مرحبا ويسعد اوقاتكم بمناسبة قرب عيد الاطحى المبارك رح نعمل اليوم علبة من الشوكولاتة على شكل خروف العيد اللي شايفينه بالصورة جميل ولطيف يستخدم كعلبة لتقديم حبات الشوكولاتة داخلها او كهدية لطيفة المولد اللي استخدمه اليوم هو السيليكون مولد على شكل خروف العيد ممكن اجيب اهل بين يعني 2 مولد او اكتفي بواحد بصوب فيه مرتين مرة مرة على اساس القاعدة ومرة على اساس قاعدة العلبة ومرة اساس الغطايا او ممكن اجيب اثنان اسعارهم مش غالي ابدا خلع بجيب المول بعد ما انطفه بنيح بشوف شو ممكن تفاصيل بقدر ارسمها قبل ما اسكب الشوكولاتة هون ممكن اعمل زي شعار للخروف احط بلون ابيض ممكن اعمل عند العيون اه نقطتين ضيد ممكن عنده رجلين من تحت يعني بعض التفاصيل ممكن احطها بلون الاويض وعلى فكرة يفضل استخدام الكمباوند شوكولات بالمجسمات اجمالا استخدموا الشوكولاتة النون ريال شوكولات بس تجيبوها نوعية طيبة عشان الواحد لما ياكلها ياكل شوكولاتة طيبة بس الان ريال شوكولات او الكمباوند شوكولات تستحمل العوامل المختلفة اكثر من ريال شوكولات اما اذا استخدمتوا ريال شوكولات فلازم اعملها تمبرينج هلا بجيب الشوكولاتة البيضة وبسيحها وبحطها بكيس لكريمة وبثقب كيس لكريمة ثقب صغير جدا حتى اتحكم بشوكولاتة اللي نازلة منه اعلى رأس الخروف بحط بشوكولاتة البيضة محل شعر وبطرقه حتى تتوزع شوكولاتة كتير منيح بس بديكم تنتبهوا هلا اللي صار انه اجت لي نقطة شوكولاتة في مكان مش من مكانها هادي انا بتركها ما بلعب فيها بخليها لما تجمت الشوكولاتة تماما بقدر بطرف اطفري بابعها بمنتهى السهولة خلصت بعدين برسم عند القدمين بحط خطين بيض وبحط كمان نقطتين عند العيون وطبعا بعمل بالمولد الثاني نفس الشي يعني بعمل نفس الخطوات السابقة وزيادة على هيك كمان بدي انا اعمل على جسم الخروف خطوط دائرية على اساس انها هي الصوف تبع الخروف برسم على المولدين وبعدين بحطهم بالتلاجة او بتركهم برا اذا الجو بارد حتى ينشفوا تماما عشان نبليش نحط الشوكولاتة السودا هيك جاهزين بعد ما نشفو الخطوط بلاحظ عندي هاي النقطة البيضة اللي كانت مغلبتني من قبل بس بطرف اصبائي هيك بقيمها فانقامت وصعب خلاص الامور تمام وفيش محلها اي اشي مشتركة على هذا الان بدوب الشوكولاتة السودا او انا بدي استعمل الكمبوند شوكولاتة بجهزها مع الانتباع انها ما تكون ساخنة علشان ما تدوب الخطوط البيضة اللي انا رسمتها اول شي بالقالم اذا كانت سخنة راح تدوب كل اشي وتخرب لنا المنظر نحطينا فلازم تكون صح ما بعملها تمبرين بس ما لازم تكون ساخنة الآن بسكوب كمية من الشوكولاتة وابدأ بتوزيع الشوكولاتة وبتدوير المول بجميع الاتجاهات يمين وشمال وكل ياتو وبركز كتير منيح على الحواف وبركز كمان مهم على التفاصيل الدقيقة مهم جدا ان يركز على التفاصيل الدقيقة يعني اما بطرف الفرشاي المخصص اصلا للشوكولاتة او بواسط الطرف الاسباتيولا او باي طريقة بحاول اغطي كل الحواف والاطراف لاني ما بدي ولا منطقة تكون مش مغطاية بالشوكولاتة بعدين بدير الشوكولاتة الزايدة على المولد الثاني وبنظف المولد اولاني من طرفه وبقلبه على وجهه على ورقة زبدة حتى كل الشوكولاتة الزايدة تنزل وبعمل بالمولد الثاني نفس العملية اللي عملتها بالمولد الاولاني برجع بحط عليه كمان شوكولاتة وبوزع وبركز على ورقة زبدة حتى تنزل كل الزيادات على فكرة انا رح اكرر هاي العملية ثلاث مرات يعني ثلاث طبقات بدي احط او ثلاث دوار بدي احط فانا بعمل اول طبقه وبتركها لتتصفه بعمل الثاني بعدين برجع للمولد الاولاني برجع بحط عليه كمان شوكولاتة وبوزع الشوكولاتة وبدور الآلب بجميع الجهات وبرضو بخلي بقلبه على وجهه حتى تتصفه الشوكولاتة وهيك بعمل بالقلبين ثلاث مرات هلا الموضوع شوية بده دقة وشوية بده صبر يعني بكم اطولوا بالكم انتم بتشتغلوا بالقالب بس النتيجة بتطلع روعة وفي ملاحظة هامة هلا انا بين الطبقه والطبقه انا ما بحط المولد بالتلاجه حتى تجمد الطبقه الاولى قبل ما احط الطبقه التانية لانه اذا بده احط طبقه الشوكولاته التانية فوق الاولى وبتكون الشوكولاته بارده والمولد بارد فرح تجمد الشوكولاته مباشرة مش رحقدر اوزعها بالتساوي بالمولد والتالي رح يطلع في عندي امور مش مزبوطة نطول بالنا وبدنا نشتغل شوية بصدر الان بس اخلص انا الطبقه التالته بنظف اطراف المولد كتير منيح قبل ما احطه للتجميد بحطه اما بالفريزر حوالي نص ساعة او بحطه بالتلاجه القليلة ساعة عشان شوف هلا بس يجمد كيف نعملهم الان مولدنج طبعا الشوكولاته اللي نزلت من الاوالب على ورق الزبدة طبعا انهاي ما بكوبها برجع بجمعها لاستخدامات اخرى الان بعد مرور الوقت الكافي و جمده الشوكولاته بدنا نعملها الان مولدنج الطريقه اول اشي بطرف سكينه المش حاده ببدأ بتنظيف الحواف مره تانية جيدا حتى اضمن انه ما في اشي طالع لبره بعدين ببدأ شوي شوي وبالشكل لطيف انزع المولد من القالب من الاعلى يعني من فوق من الطرف الفؤاني ببدأ شوي شوي انزع طرف صغير من القالب من جميع الجهات بالتدريج و شوي شوي من الاعلى على جميع الاطراف بعدين بنزل شوي شوي لتحت يعني بغمق لتحت شوي بلاحظوا اني انا ما عم بضغط على الشوكولاته انا بس عم بحاول انزع المولد يعني بحاول احرر الشوكولاته او المولد من الشوكولاته شوي شوي حتى اوصل لمرحله حتى اوصل لمرحله بسير فيها بقدر اقشر المولد عن الشوكولاته كأنه بقشرها تأشير زي كيف نما منقشر المولده نفس الطريقة و بدي شوي شوي يعني بدي بحذر لانه اقل غلط ممكن يكسر لي الشوكولاته منقشره وهكذا يتم استخراج الخروف او علبة الخروف من المولد شوي شوي زي ما قلنا المهم انه بلطف هذا اهم اشي شوكولاته شو حلو عن جد حلو مرتب حلو انيق ومتقن ما في شي سايحة على بعضه شوكولاته ونفس العملية بعمل بالمولد الثاني عشان اعمل واحدة كعلبة والتانية كغطاي وهاي علبة الشوكولاته اللي على شكل خروف انا زيادة عليها حبيت احط كمان خطوط دقرية بشوكولاته البيضه حتى تكون كأنها صوف للخروف حسيتها بتطلع احلى وفعلا طلعت احلى وطلعت واقعية اكتر حطيت بالقاعدة حبات من شوكولاته على شكل خرفان لذيذة امورة كيوت الخرفان الصغيرة وهلا لما بسكر العلبة بصير عندي علبة من الشوكولاته على شكل خروف داخلها خرفان او داخلها شوكولاته او داخلها مكسرات بقدر احط فيها يعني خيارات متعددة وكما انتبهو لما بنتمسك العلبة بنا نمسكها نكون لابسين كفوف حتى ما تجي بصمات على الحواف او على شوكولاته وتضيع شكل العلبة وهيك بيكون الفيديو خلص ان شاء الله تكونوا استفدتوا واستمتعتوا بالفيديو وكما حتى تتعلموا تفاصيل واسراء صناعة الشوكولاته اشتركوا معنا بدوراتنا المتخصصه عبر ويب اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة